السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي اهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة عن حل نمازج اختبارات استرشادية مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني اختبارات شهر فبراير فما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب الاختبار رقم واحد السؤال الاول ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة واحد يمكن لاي شخص تنزيل وتحميل البيانات من على تطبيق متعقب المخلفات العبارة صحيحة رقم اثنين يختلف اسلوب الكتابة والكلام مع اختلاف من تراسله العبارة صحيحة رقم ثلاثة يعتبر الغرض من المواقع غير التجارية هو بيع المنتجات العبارة خطأ رقم اربعة يجب ان يدفع المواطن المصري رسوما لاستخدام موقع بنك المعرفة العبارة خطأ رقم خمسة تعد الحماية ضد القرصنة من مسئوليات المواطن الرقمي العبارة خطأ رقم ستة لا يمكن استخدام الرموز التعبيرية في المواقف الرسمية العبارة خطأ رقم سبعة مايكروسوفت اي ديج هو متصفح يرافق مايكروسوفت ويندوز العبارة صحيحة السؤال الثاني اختر الاجابة الصحيحة من بين الاختيارات التالية واحد يعتبر موقع امازون من المواقع غير التجارية المضللة التجارية غير الهادفة من المواقع التجارية رقم اثنين يوفر محرر مايكروسوفت نقاط كعلامات الترقيم والمصطلحات هل تعليقات محسنات تقييمات اعلانات يوفر محسنات رقم ثلاثة ساعدت نقاط على مواجهة قضايا البيئة هل التطبيقات الرقمية الرسائل الكتابية الكتب الورقية المدونات الشخصية فنختار التطبيقات الرقمية في رقم اربعة يسمى المواطن الملتزم بمبادئ المواطن الرقمية بالمواطن الاجابي الرقمي السلبي المتفاعل المواطن الرقمي فنختار الرقمي رقم خمسة تعتبر نغة طريقة للحصول على معلومات حول منتج ما تعتبر الاعلانات الرسائل النصية محادثات الفيديو الكتب تعتبر الاعلانات الاعلانات طريقة للحصول على معلومات حول منتج ما رقم ستة يمكن لمستخدم برنامج متعقب المخلفات ان يجمع البيانات فيه رسالة الكترونية عرض تقديمي فيديو جدول الكتروني فنختار جدول الكتروني في رقم سبعة يمكن ان تستخدم اسماء مستعارة عندما تتحدث مع زميل لا تعرفه صديق مقرب معلمك شخص لم تقابله فنختار صديق مقرب رقم تمانية يوفر موقع نغط مصدرا آمنا ودقيق هل امازون الالعاب بنك المعرفة المصري الصور يوفر موقع بنك المعرفة المصري مصادر آمنة ودقيقة الاختبار رقم اثنين السؤال الاول ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة واحد يمكن الحصول على معلومات حول منتج ما عن طريق التعليقات والتقييمات العبارة صحيحة رقم اثنين تعتبر اداة مايكروسوفت ايدج من ادوات مايكروسوفت 365 العبارة صحيحة رقم ثلاثة يعتبر التعبير عن الاراء بسلبية من المسئولية الاجتماعية العبارة خطأ رقم اربعة احد اهداف مبادرة تتحضر للاخضر هو نشر الوعي بالقضايا البيئية العبارة صحيحة رقم خمسة يعتبر انشاء المواقع الالكترونية من المهام التي يصعب تنفيذها العبارة خطأ رقم ستة يعتبر استخدام الالقاب عند التواصل مع شخص مسئول امر غير ضروري العبارة خطأ رقم سبعة توجد خاصية المجموعات داخل مايكروسوفت ايدج العبارة صحيحة السؤال الثاني اختر الاجابة الصحيحة من بين الاختيارات التالية واحد برنامج متعقب المخلفات يوفر البيانات في شكل فيديو موسيقى رسم بياني ملف صوت في شكل رسم بياني رقم اثنين يجب دائما ان تكون نغط في اي تواصل مهزبا غير واضح متخفيا سلبيا يجب دائما ان تكون مهزبا فنختار مهزبا في اي تواصل رقم ثلاثة تستخدم ادات نغط في التحقق من القواعد الاملائية يبا تستخدم ايه تستخدم ادات التسجيل ولا التصميم ولا محرر مايكروسوفت ولا العرض تستخدم ادات محرر مايكروسوفت رقم اربعة مصادر بنك المعرفة المصري تغضع لي حقوق النشر القرصنة السرقة التنمر تغضع لي حقوق النشر رقم خمسة يفضل ان تعرف نفسك اولا عند التواصل مع صديق شخص مقرب شخص لم تقابله من قبل احد افراد الاسرة فنختار شخص لم تقابله من قبل رقم ستة يجب ان تجعل المعلومات التي تشاركها الاخرين معقدة سهلة الفهم غامضة غير دقيقة فنختار سهلة الفهم في رقم سبعة يستخدم برنامج نغط لانشاء المواقع الالكترونية هل برنامج الرسام جوجل كروم وورد برس وورد برس وورد ارت يستخدم برنامج وورد برس وورد برس لانشاء المواقع الالكترونية في رقم تمانية اذا قرأت تعليقا لشخص ما ووجدت شديد السلبية لن اهتم به لان التعليقات التي يبالغ اصحابها في السلبية تعليقات مفيدة ولا جيدة ولا مضللة ولا هادفة تعليقات مضللة فنختار مضللة الاختبار رقم ثلاثة السؤال الاول ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة واحد يعتبر موقع بنك المعرفة المصري من المواقع غير الموصوقة العبارة خطأ رقم اثنين يمكن استخدام تطبيق متعقب المخلفات على الهاتف المحمول ولكن باشتراك مالي العبارة خطأ رقم ثلاثة يجب ان تنتبه الى المواقع الالكترونية التي تستخدمها لانها قد تضمن معلومات مزيفة العبارة صحيحة رقم اربعة يعتبر الغرض من المواقع التجارية هو بيع المنتجات العبارة صحيحة رقم خمسة يفضل تجنب الاسلوب الفكاهي عند التحدث مع صديقك المقرب العبارة خطأ رقم ستة مايكروسوفت ايدج متصفح يرافق برنامج مايكروسوفت وورد العبارة خطأ رقم سبعة جميع التقييمات والتعليقات على المواقع التجارية موصوقة العبارة خطأ السؤال الثاني اختر الاجابة الصحيحة من بين الاختيارات التالية واحد مجموعة المبادئ الواجب الالتزام بها عند استخدام التكنولوجيا تسمى ب هل الكتب الالكترونية المواطنة الرقمية الحقوق المسئوليات تسمى المواطنة الرقمية رقم اثنين تستخدم المؤسسات الانترنت لمساعدة الاخرين على نغط القضايا البيئية هل هدم ولا تدمير ولا معالجة ولا مسح تستخدم لمساعدة الاخرين على معالجة القضايا البيئية في رقم ثلاثة تهدف مبادرة تتحضر للاخضر الى نشر الوعي البيئي زيادة المجتمعات العمرانية محاربة الغلاء السلبية فنختار نشر الوعي البيئي في رقم اربعة تنظم خاصية نغط في مايكروسوفت ايدج البحث في مكان واحد وعلى اجهزة مختلفة فنختار هل الملفات القوائم التصميم المجموعات يبقى عندنا تنظم خاصية المجموعات في مايكروسوفت ايدج البحث في مكان واحد وعلى اجهزة مختلفة رقم خمسة تتضمن نقط عناوين واضحة تساعدك على سهولة التنقل داخل الموقع هل لايكونات القوائم المتصفحات محرك البحث تتضمن ايه تتضمن القوائم عناوين واضحة تساعدك على سهولة التنقل داخل الموقع في رقم ستة يمكن ان يكون اسلوب التواصل غير رسمي عند التواصل مع شخص مسؤول معلمك احد افراد الاسرة شخص مجهول فنختار احد افراد الاسرة في رقم سبعة تتضمن المواقع نقاط جزءا مخصصة لتعليقات العملاء هل المواقع التعليمية التجارية غير التجارية الحكومية المواقع التجارية يبدأ تضم المواقع التجارية جزءا مخصصا لتعليقات العملاء في رقم 8 يوضح برنامج متعقب المخلفات أنواع المخلفات على الخريطة في شكل نقط نقط اللون هل سوداء ولا زرقاء ولا بيضاء ولا خضراء نقط زرقاء اللون الاختبار رقم 4 السؤال الأول ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد يعتبر احترام المصادر المتنوعة من حقوق المواطن الرقمي العبارة خطأ رقم 2 يجب عليك احترام آراء الآخرين عند استخدام الانترنت العبارة صحيحة رقم 3 يمكن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للحس على الوعي البيئي العبارة صحيحة رقم 4 يستحيل تصدير مجموعة مايكروسوفت إيدج إلى أي برامج أخرى العبارة خطأ رقم 5 يجب الحظر من التعليقات والتقييمات الوهمية رقم 6 يستخدم برنامج وورد بريس لإنشاء مواقع الويب العبارة صحيحة رقم 7 يفقد التواصل غير الشفهي عند التواصل عبر الانترنت العبارة صحيحة في السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة من بين الاختيارات التالية رقم 1 يجب استخدام كلمات نقط عند التواصل عبر الانترنت إيجابية سلبية موسيئة صعبة الفهم يبقى يجب استخدام كلمات إيجابية فنختار إيجابية عند التواصل عبر الانترنت رقم 2 يمكن لنقط الحصول على معلومات حول المواقع التي يزورها المستخدم هل برنامج الرسام مواقع الويب برنامج معالج الكلمات برنامج وورد بريس فنختار مواقع الويب يمكن لمواقع الويب الحصول على معلومات حول المواقع التي يزورها المستخدم في رقم ثلاثة استخدام الانترنت في اي وقت من نغط المواطن الرقمي مسئوليات ولا حقوق ولا سلبيات ولا عيوب من حقوق نختار حقوق حقوق المواطن الرقمي رقم اربعة اطلقت وزارة نغط مبادرة اتحضر للاخضر هل وزارة البيئة الدخلية تخطيط التربية والتعليم يبقى وزارة البيئة فنختار البيئة في رقم خمسة محرر مايكروسوفت اداة توجد داخل برنامج الفيديو الجداول الحسابية اكسل معالج الكلمات وورد الرسام توجد داخل برنامج معالج الكلمات وورد فنختار معالج الكلمات وورد رقم ستة تعتبر نغط صفحة تحتوى العبارات توضيحية تقدم لمحة عن الموقع هل تعتبر تواصل معنا من نحن القوائم الصفحات الرسمية يبقى تعتبر من نحن صفحة تحتوى العبارات توضيحية تقدم لمحة عن الموقع رقم سبعة برنامج يستخدم لجمع بيانات المخلفات هو الجداول الحسابية متعقب المخلفات معالج الكلمات الرسام فنختار متعقب المخلفات رقم تمانية تضيف نغط النبرة والمشاعر للتواصل عبر الانترنت هل الكلمات السلبية الرموز التعبيرية الكلمات المعقدة الألوان يبقى تضيف الرموز التعبيرية النبرة والمشاعر للتواصل عبر الانترنت الاختبار رقم خمسة السؤال الأول ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة 1. يصعب على أداة محرر مايكروسوفت اكتشاف الأخطاء الإملائية العبارة خطأ 2. تضع مواقع الويب إعلانات تتناسب مع اهتمامات المستخدم العبارة صحيحة 3. يمكنك برنامج وورد بريس من الوصول إلى أدوات تصميم مجانية لإنشاء المواقع الإلكترونية العبارة صحيحة 4. من قواعد التواصل عبر الإنترنت أن تفترض الأسوأ العبارة خطأ 5. لا يمكن الحصول على أداة المحرر عبر الإنترنت العبارة خطأ 6. التطبيقات الرقمية لا يمكن تنزيلها عبر الإنترنت العبارة خطأ 7. يفضل مشاركة المعلومات حول قضية معينة دون التأكد من دقة المصادر العبارة خطأ 8. السؤال الثاني اختر إجابة صحيحة من بين الإختيارات التالية 9. واحد يعتبر موقع مكتبة الإسكندرية من المصادر التجارية الموصوقة المضللة غير موصوقة 10. من المصادر الموصوقة 10. في رقم 2 تهدف مبادرة وزارة البيئة المصرية إلى تأكيد دور كل مواطن في حماية البيئة حماية الأجهزة تلوث البيئة تدمير البيئة فنختار حماية البيئة 10. رقم 3 يفضل استخدام العبارات النقاط في بداية ونهاية التواصل 11. المحبطة الغامضة الإيجابية السلبية العبارات الإيجابية 12. يفضل استخدام العبارات الإيجابية في بداية ونهاية التواصل 13. رقم 4 يعتبر موقع وزارة التربية والتعليم من المواقع 14. التجارية غير التجارية المزيفة المضللة 15. يعتبر من المواقع غير التجارية 15. رقم 5 تستخدم نقاط الرقمية في مشاركة البيانات عبر الإنترنت 16. هل الكتب الروايات التطبيقات الأقلام 16. إذا تستخدم التطبيقات الرقمية في مشاركة البيانات 16. في مشاركة البيانات عبر الإنترنت 17. رقم 6 17. أحد استخدامات نقاط إنه يقدم اقتراحا لتصحيح كل خطأ 18. هل مواقع الويب؟ 18. مايكروسوفت إيج محرر مايكروسوفت وارد بريس 19. فنختار محرر مايكروسوفت 19. في رقم 7 يعتبر نقاط من المسؤولية الاجتماعية 20. هل حسف المعلومات والتحدث بسلبية 20. التعبيرات بإيجابية 20. صارقة المعلومات 21. فنختار يعتبر إيه؟ 21. يعتبر 21. التعبير بإيجابية من المسؤولية الاجتماعية 22. رقم 8 22. يرافق مايكروسوفت إيج نظام التشغيل 22. ويندوز 22. أندرويد 23. لينيكس 23. كرون 23. نظام التشغيل 24. ويندوز 24. فنختار ويندوز 24. وبكده يكونوا صلنا معاكم من نهاية الدرس النهاردة 24. أرجوكم استفدتم معنا 25. ما تنسوش الاشتراك في القناة 26. وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد 27. والضغط على زر الإعجاب 27. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 27. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 27. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته